من هنا ورد عنهم صلوات الله عليهم ولا زال الحديث عن كلمات إمام زماننا عن كلمات الذهب مفاتيح الجنان اقرأوا مفاتيح الجنان اقرأوا ما جاء عن إمام زماننا في مقدمة زيارة آل ياسين في مفاتيح الجنان ماذا قال الحجة بن الحسن صلوات الله عليه اذا اردتم التوجه بنا الى الله تعالى وإلينا فقولوا والإمام بعد ذلك يذكر لنا الزيارة الشريفة المعروفة إنها زيارة آل ياسين الإمام هكذا يقول إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا أو أردتم أن تتوجه إلينا الشيعة منهم من يتوجه إلى محمد وآل محمد بشكل مباشر مثل ما جاء في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وهناك من يتوجه إلى الله بهم مثل ما في دعاء التوسل على سبيل المثال فالتوجه يقع في مرتبتين بحسب مستوى المعرفة وبحسب مستوى العقيدة عند الشيعي وهذا المعنى قد شرحته مفصلا في برامجي يمكنكم أن تعودوا إلى تلك البرامج المفصلة التي يمنعونكم أن تتابعوها لماذا؟ لأنكم إذا ما اطلعتم عليها زاد وعيكم وفهمكم وحينما يزداد وعيكم وفهمكم ستعرفون أن أصحاب العمائم ما هم إلا مطاية مجاميع من البغال والحمير لا عقيدة ولا دين ولا فهم ولا ثقافة ولا يعرفون أي شيء هذا هو السر في أنهم يمنعونكم أن تتابعوا برامجي أنا لا أطالبكم أن تصدقوا كلامي أنا أقول لكم دققوا في كلامي وعودوا إلى المصادر التي أحدثكم عنها وحكموا عقولكم واحترموا إمام زمانكم لماذا تأخذون معرفة إمام زمانكم من هؤلاء الحمير الذين لا يفقهون شيئا عودوا إلى كتب حديثهم عودوا إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم واجعلوا برامجي وسيلة لتسهيل الأمر عليكم لا تجعلوا برامجي مصدرا وقبلتان ولا تصنعوا مني عجلا آخر كالعجول التي تصنعونها احترموا عقولكم وتوجهوا إلى إمامكم وصححوا عقائدكم لوين تظلون غبران مجموعة من الهمير والأباعر يضحكون عليكم صدقوني لا فهم ولا علم ولا ثقافة وما تعلموه في حوزة النجف إلا مزبلة أمامكم الفضائيات وأمامكم الحسينيات وأمامكم الخطباء وأمامكم وكلاء المراجع وعودوا إليهم واسألوهم سألوهم عن هذه الحقائق وعن هذه الأدعية راح تلقونهم غبران ثيران ثولا فاكتشفوا ذلك بأنفسكم نذهب إلى فاصل